أما عن القلعة البيضاء فيختتم اليوم الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك تدريباته استعدادة لمواجهة الانتاج الحربي مساء غد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقات الدور الممتاز وكان ثنائي طارق حامد وعلي جبر قد تغيب عن تدريبات الزمالك الجمعية أمس الاثنين لحصولهما على راحة سلبية بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها نجمي الفريق إلى فترة الأخيرة فضلا عن غياب محمد ناصف الظهير الأيسر بسبب شكواه من كدمة في وجه القدم ومن المنتظر أن يعود إسلام جمال محمود عبد العاطي دونجا والناشئ أحمد فتوح غياب ثلاث الفريق خلال مواجهة كتيبة شوق غريب